اشتركوا في القناة 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 فقالوا لن يكن هذا بمشيئة الله ولا له قدرة على دفعه منصر اوليائه فانه لا يقدر على افعال عباده ولا هي داخلة تحت قدرته فظلوا به فظلوا به يظن اخوانه من نجوس والثنوية بربه وكل مبتدى وكل مبتدى وكل مبتدى اهل يجينا كما سألت عرقتم يشيروا بها رحمة الله الرافرة الرافرة يقولون إن الصحابة رضا عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم استبدوا بالامر دون وصيه ووصيه هو علي بن أبي طالب يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى مخلافة لعلي وعما بابكهم عمر والصحابة ظلموا علي بن أبي طالب واستبدوا بالامر دونه ما عم علي بن أبي طالب لا يعرف واستجاب لهم ولم يعرف وكان يقول على منبر الكوفة يعلن خير هذه الأمة بعد نبيها عاصيان فاسقان كافران ينافقان نسأل رهل عاشر ثم يقولون أيام الصحابة كلهم ارتدوا على أبالهم كفارا إلا نفرا قليلا فهم بقوا على الإسلام وهذا لا شك أنه طعن في الله وفي كتاب الله وفي سمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة أنفسهم حتى الذين يولونهم هو طعن فيهم أما كونه طعن في الله فإننا يقول إذا كان الصحابة بهذه المثابة فإن كون الله عز وجل يختار لنبيه مثل هؤلاء ينافل حكمة لأن الحكمة تعتبر أن يختار الله لصحبة نبيه خير الخط وأما كونه طعن في شريعة الله فلأن الشريعة إنما وصلت إلينا عن طريقه من الذي ينقل هذا الصحابة فإذا كان ما يقل كافرا مرتدا فكيف يمكن أن نقل بما نقل وأما كونه طعن في الصحابة حتى من ولوهم فظاهر لأن الموالين لهم كلهم بيعون وأقرونهم بالخلافة وأقرونهم بالفضل